على ما يبدو أنه صيف حار جدا على ميليشيات أسد وإيران شرق سوريا تفجع الميليشيا بمقتل قائد المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية العميد جهاد زعل على طريق دير الزور دمشق مصادر قالت إن مسيرة استهدفت موكب زعل حيث كانت تحلق في أجواء المنطقة طائرتان مجهولتان لكن ارتباط القيادي بالحرص الثوري الإيراني ربما يحدد الجهة المنفذة للعملية حيث يتزامن ذلك مع الضربات المتكررة ضد ميليشيات إيران في المنطقة والتي تحمل بصمات إسرائيلية حسب كثيرين وإذا كانت علة الإثم الجغرافي جعلت من دير الزور مستوطنة إيرانية فإنها من جانب آخر أصبحت نهاية المطاف لعادة من مجرمين نظام فقبل زعل الذي نكل بأهالي درعا قتل في دير الزور مجرم الحرب ألواء جامع جامع ثم سفاح اللاجئين عصام زهر الدين نصيحة منها التقن لحد يرجع منكم مقتل الزعل تزامن مع اغتيال مرافق ماهر الأسد علي جملاط قنصا في منطقة يعفور بدمشق والذي ارتكب فضاعات بحق أهالي الغوطة وفي حين تبنى العملية ما يسمى لواء المهام السري أفادت مصادر بأنه قتل بأوامر من ماهر الأسد على خلفية فشل عملية تهريب المخدرات الأخيرة لإيطاليا ومن قائل إن الحادثة تحمل أياد روسية حيث يهندس جملاط التمدد الإيراني في دمشق وهو ما تعارضه موسكو بموجب تفاهماتها مع تل أبيب قناصة أخرى قاتلت العميدة والمحققة في سجن صيدنايا ثائر خيربيك أمام منزله في الزاهرة وهؤلاء كلهم قضوا في الأيام الأخيرة يضافون لآخرين قتلوا بعمليات وصفت بالغمضة في أيار وحزيران أبرزهم لواء سليمان خلوف مدير كلية الإشارة بحمص والعميد هيثم عثمان من القرداحة والذي دفن دون مراسم وسط أقوال إنه مات بكورونا لمنع فتح التابوت ورؤية جثته تزامن عمليات الاختيال وتركيزها على رؤوس كبار ضالع بجرائم حرب يراها محللون تاج جهات خارجية نظرا للسرية والتخطيط القائمة عليها فيما يؤكد آخرون أن نظام أسد الذي له باع طويل بتصفية مجرميه كخلية الأزمة وغيرها ربما يحاول إعادة تصفيات في الربع ساعة الأخيرة على أمل تعويم نفسه مع أي تسوية مرتقبة بشأن سوريا وكأنه يظن أن محو أداة جريمته يعفيه من الجريمة ترجمة محو أداة جرائم القرآن جرائم استفят الكامل غير مطلوب اشتركوا في القناة